بسم الله الصلاة والسلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته أهلا سهلا بالجميع إن شاء الله جميعكم بالأهل في خير غالية تتمت على عملتها على الباح نكرت لكم وكنت لكم لازمني ننسلككم الساك اللي نخدموه هنا مع هذا الفستان هذا هو نشوفو خطوات العملتها الساك تع الفستان طريقة الخطوات كيما الفستان بتصينته كذلك بلحبتها الكريستال نفس الشيء في الحزام تع الساك هنا في الدراعين انتبهوا جيدا غالياتي اه فيما يخص الخط انا يا هذا وهذا بساك نخدمت وخابة الكبات على الخط وشو وش بقالي الكبات على الخط هذي تضيف فميل يعني 200 دينار جزائري اخوات وليسكسوني على الخط هذة تقدري غالياتي تخدمي بالخط هذة رقم 16 لكن دوبلي الخط الخط على اثنين وتخدمي لانه يأتي شوية كبس بزعف انا كدقبت الخط الكوتون كنت لكم اي نوع تخدم الخط الكوتون اي نوع اي نوع تخدم الخط الكوتون اهنا مهم الخط الكوتون لان الفستان لانه يتناها صف السخونة لانوه يجب ان يساعدها في الجلد التعاب فهمتوني اي نقصد اهنا بالنسبة للثامن نفس الثامن يغطع البارح بس كان انا اي شئ اي قاع هذه الخدمة نحسبها كما تذكرت البارح في الفيديو السابق يعني هذا الصاك مع هذا ومع الخياطة كامل نفس التامل اللي ذكرته الباح غالي يأتي وفي ما يخص إنسانة سكساتني قتلي لو كان هي اللي يجيب لي لوازم وكيف هي يكون تامن بأسورة نحيل حق اللوازم وطبعا ضمون دي غير حق يدك وهنا حق يدك انت يتصرفي فيها كما ذكرت الباح في الفيديو كنت لكم تامن الباح او انتو متحكموا فيها هذا ما كان من الباح انتو متحكموا فيها لكن عند الزبونة جابتكم اللوازم متحسبوش حق اللوازم حسبو غير حق يدك لكن اللوازم والخدمة قاع من عندك تحسب اللوازم بحق يدك فهمتوني اخوات ان شاء الله كون جاوبتكم وهذا الفوستانو يتمشى مع هذا الصاك يعني هذي كامل تتمشى مع بعضهم يعني ماشي السكت بيعو وحدو ولا فوستانو وحدو لا لا يتمشى مع بعضهم بنفس الثامن اللو دكرت الباح هكذا غالياتي ان شاء الله من قشيت من سيتوالو وباب ان شاء الله ما زال خير قدامتها هادو الاعمال باذن الله تعالى بقدمنا فقط ودعوت خير منكم غالياتي دعوتكم 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 لان اختكم محتاجة للدعاء دعوتكم بدعوين الخير هذا ما كان غالياتي ليا لموليداتي لمولابيتي لا المهم غالياتي نقول لكم صليوا على الحبيب مصطفى افضل الصلاة والسلام وما تنسى هاداك الجام وهاي نشوفوا خطرات اللعبة لبناتك باشتوال فوستان خدمتو بالخيط هادو اه نفس الخيط احي نخدمو بها الساك ذاوشن هي احنا اخدمنا الخيط على واحد هنا احي ندبلو الخيط على اثنين عندنا الخيط هنا على اثنين باش يجينا شوية اخشين الساكت عنا ويجيش باب عندنا الكوشي رقم تلاتة مليمتة نبدو بسميدا عقدة البداية عندنا عقدة البداية احنا اطفع خمس ثلاثل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة نقف الضائر التاعي في اول غزاء بمنزلك احنا اطفع احنا اطفع ثلاث سلاسل اللي اعتبوه عمود اطفع 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 نقفل ستة عشة عمود اطفع ستة عشة عمود اطفع 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 ما حày اطفع اطفع ثلاث positions اطفع ونقفف نقفع اطفع بدنس على هذا الغرز اللي على الكوشي. ونتفعو اثنين سلاسل. احنا وصل بهذه الطريقة عاليتي. فكل عمود نعملو ثلاثة اعميدة بغرزة واحدة. ونتفعو اثنين سلاسل المسافة بين كل مجموعة. اهكا. حتى انهي جميع الاعميدة اللي عندي الستة عشر عمود. واصل بهذه الطريقة حتى انهي العامل. واصلت العامل. افتفعتنا بثلاثة سلاسل. ندخلو اللي هنا مباشرة. ونعملو مونزاليكا. هكذا. انتبهوا جيدا. ندخلو بالفاغ هذا الاول اللي هنا مونزاليكا. الآن هحنا وطفعو ثلاث سلاسل ونفس الشي اللي عملناه في السطح السابق نعملوه هنا. لكن فقط المسافة تختلف ترجع ثلاثة سلاسل. في نفس المكان نعملو اه اثنين اعميدة على الكوشي. وهذا العمود التالت على الكوشي. نسحب الثلاث سلاسل الثلاث سلاسل نعمل لفة واحدة لكن اثناء العمل نعمل بلفتين احواص الغلياتي نفس الطائقة نفس الخطوات حتى نهاية السطا وصلت العمل بنفس الطائقة نقفل هنا بمزاليكة ونخل هذا الفراغ بمزاليكة كذلك نطفعه هنا بثلاث سلاسل احنا نعمل اول زاوية في المعبع ثاني عمود وهذا الثالث عمود سلاسل نفس الفراغ ثلاثة عمودة يعني هذه الزاوية الاولى سلسلة واحدة في الفراغ الموالي عندنا ثلاثة اعمدة فقط واحد اثنين ثلاثة سلسلة نفس الشي ثلاثة اعمدة في الفراغ الموالي واحد اثنين ثلاثة سلسلة نفس الشي واحد اعمد ثانية اعمد ثلاثة اعمد هذا هو العمل زاوية واحد اثنين ثلاثة ثلاثة مجموعة ثلاثة اعمدة بينهم سلسلة فقط واحدة الآن الزاوية الثانية هذا هو العمل يتقرب على طول السطر الثانية الزاوية الثانية كنا تكون ثلاثة اعمدة ثلاثة اعمدة ثلاثة اعمدة ثلاثة اعمدة سنقطعها إلى 3 زاوية أجريم لوحة القضاء نفعل سلسلة واحدة نعملو غازة حشو. نعملو غازة حشو. نعملو غازة حشو. في الفراغ نعملو تنين غازة حشو واحدة. هنا تنين. والان نواصل بنفس طيقة. فك العمود عندنا غازة حشو. في الفراغ غازة حشو. هذا. هنا فك العمود غازة حشو. الفراغ غازة حشو. نواصل بهذه الطريقة. نفك العمود عندنا غازة حشو. في الفراغ غازة حشو. نفس الشيء في كل عمود عندنا غازة حشو. في الفراغ غازة حشو. نفس الشيء نواصل على طول السطر اللي عندنا. نحن نسيتها. نفس الشيء نزيل. نوسيقى نفس الشيء. نتفاصل لنفس العمود. نعملو غازة حشو. نتفاصل. نعمل الحشو. نتفاصل. نعملو غازة. نتفاصل. ايضاك. نتفاصل. نعملو غازة. نعمل غازة حشو نفس الخطوات مواصلة بغازة حشو لكن في الزوايا نحط تنين نصف عمود في زوج غاز يعني واحدة تنين في نفس الغازة نفس الشي مع الغازة التانية نصف عمود واحد تنين اكده في الزوايا نحط تنين نصف عمود ونواصل بغازة حشو إلا في الزوايا كنا فكو الغازة نحط فيها تنين نصف عمود احواصل احواصل وصلت لعمل كما عاكم شاهدوا وصلنا لعمل بنفس الطائقة الان راح نكفل سوف نقوم بسلسلة اقضل خطوات اقضل خطوات ونقوم بغفيف الخطوات تحت الغاز نفس الشي نعملوه في موبع اخر يعني يحتاجوا اثنين موبعات بنفس الحجم بنفس الطائقة نحن نقوم بالتساك هذه الوحدات مع بعض نضغط المقابل الخلف نضغط الأجهزة مفتوحة نضغط الأجهزة نضغط 1 2 3 أبع اضع نصف عمود اضع نصف عمود اضع نصف عمود اضع نصف اضع نصف العمود اضع قليل قليل التساك بغازة حشو نفض الغازة كاملة نقوم بغازة حشو حتى نصل الى الزاوية كيفية التساك نقوم بغازة حشو ثقام بغازة حشو ثقام بغازة حشو أصبح بغازة حشو طويلة حشو الجهة المقابلة بغازة حشو عادي ثاني نصف عمود نتبهو نعملو غازة حشو واحدة وفي نفس المكان التانين يعني اثنين غاز حشو في النصف عمود التالي كذلك الثالث نعملو اثنين نصف اثنين غازة حشو عفوا نعملو غازة حشو عادي نتابهتو للعمل كنا في النصف العمود الاول كنا بالتساك بغازة حشو واحدة في النصف الثاني والثالث نعملو في كل واحدة تنين غاز حشو كنا بالتساك اثنين غاز حشو نواصل الان على طول هذا السطر غاز حشو يعني حتى نوصلو الزاوية هذين نعملو نفس العامل اللي عملنا هنا ونجعو نوصلو الان على نصف عمود الاول الثاني هذا كما عملنا هنا نتوقف يعني نفس الغاز نخدموه هذا يقعد مفتوح جهاتي اللي عملنا هنا في هذه الزاوية نفسه يعني في هادو الزوج الغاز اللي وسطانيين عملنا زوج وزوج يعني دوبنا الغاز انتابهتو هذا هو العامل تاني هذا يقعد مفتوح نواصل العمل لان من جيل الغازة هادي توقفت في النصف او احد اتنين نصف العمود التاني دي الغازة هادي نعملو غازة حشو اها كده نتوقفها ثلاثة العسل واحن نعمل هنا غازة البيكوم بعشرة في نفس الغازة نعملو غازتها شوو نواصل واحد ثم نعمل هنا اثنين اثنين ثلاثة اوبعه خمسة نعطفها ثلاث سلسل واحن نعملوهم غازة البيكوم في نفس الغازة نعملو غازة حشو it's a a a هكذا. رح نوصل بهذه الطريقة. واحد. تنين. تلاتة. خمسة نتفع ثلاث سلاسل. غازة البيكو. في نفس الغازة عندنا غازة حشو. ونوصل بهذه الطريقة غريتي حتى ننهي هذا السطب وهذا السطب يعني نمشي هكذا نمشي هكذا حتى نرجع هذه النقطة. نقطة البداية. وصلت لبنات غاز بيكو. خمسة غاز بيكو. كنت سايف دائم. حتى نرجع لنقطة البداية هنا. جابهته. ندخل هنا في الواسط هنا. ونضيف مزاركة. هكذا. نضيفه جيدا. نفتع بمجموعة من الغاز. انا هنعمل خمسون سنتيمتر. خمسون ستون حتى المتر يعني. انتو ما هنا لكم الاختيار في طول هذه الحزان. ولا هدو السبيتات تاعساك. انا هنحت ستين سبعين سنتيمتر ولا خمسين. المهم هنعمل مجموعة من الغاز. ونرجع معكم. ارجعت معكم. اعملت اه مجموعة من السلسل. الطول التي عملت هنا كنت لكم تمانية سنتيمتر. هنا هي لكم الاختيار. في الطول للحزام ولا السبتة هذا الساك. انتبهوا اه غريتي. احنا نسحب قليلا. نجيب انا هدا الحبات تاركستان. اللي حتينا نفسه. اللي حتيناه في الفستان. نحطه هنا. غيرت الكواشي لانه ما تخلش في هذا الكواشي هنا. ونعقد عليها بااااا. باااا. بالكواشي ونرجع للغاز. ونعمل فكل غازة حشو. ولا نصف عمود. لكم الاختيار. درواها نصف عمود. هذا هو الحزام تاع الساك. احنا نجعل جميع الغاز اللي عملناهم بنصف عمود. انا ديت نصف عمود كتلكم. ونفس الشي في الجهة المقابلة غانياتي. احنا نعمل سلسلة نفس طول هذا الحزام هذا اللي نخدم فيه. في هنا نعقد والخيط ونطفع بسلاسل وننجع ونعمل نفس العمل. نحطو حبة على القيسطل ونعملو نفس العمل غالياتي. هذه هي انا نحن نكمل هادو نصف عمود حتى ننهي جميع جميع الغاز اللي حدمتهم هنا يا. وندخل هنا بموزاليكة ونعقد الخيط. ونرجع لها ديانة خدم هذا الحزام كذلك. ونرجع معكم نزينو هنا الكريستال. واصلت العمل كما كنت لاحظوكم نعملو غوز. اه غالياتي الحزامات عمودها نفس الحساب. ونفس الطول ونفس المقاس. هذه هي. نرجع لجهال تحتنيا هزينو هنا بوحد هادو. كما زيننا الفستان. في هادي الزاوية اهنا. في هادي الزاوية نبت الخيطة هنا ونحزم الخيطة هكذا نعملو. نعملو. نبدو بسم الله. في نحن ندخل واحد اثنين في تالت غوزة نحن نعمل ثلاثة عميدة هادي اللي عملت بقوعة منها في الفوستان واحد تنين تلاتة عملنا ثلاثة عميدة نسحب كرير من الخات نجيب الكوشي اللي صغير باش يدخل في هذا الكيستال هكذا ونسحب انا الحبة على الكيستال نعمل عليها عقدة وفي نفس الغوزة نعمل ثلاثة عميدة هاكذا متابعتو نجي نحسب واحد اثني في تالت نعملو مونزاليكا نفس الشي تقرر واحد اثني في تالت غوزة احنا نعمل نفس العمل اللي عملنا يعني ثلاثة عميدة ونسحب حبة على الكيستانزين بها الواسط على هادي هكذا في نفس الغوزة راح نعمل ثلاثة عميدة ثلاثة عميدة نحن نعمل ثلاثة عميدة ثلاثة عميدة ونسحب احواصل بهذه الطريقة الى النهاية نحن نحن نظف العمل يجب ان تفتع قمش على شكل معبع اي طفق قمش مهم يكون ابيض اي نوع قصدي مهم يكون لون ابيض باش يتمشى مع ممكنة ممكنة نخلي هكذا خيطو على الجوانب وحطو هنا يتين وبالابع والخيط وخيطو هذا الحواف كامل باش ميجيش هكذا بسكت على الفتاة ممتقوب هكذا البنات نشوفوا العمل تانا جاهز هادي هي النتيجة غاليتي هادي هي النتيجة تانا تلفستان تانا وتعسك تانا نقول لكم اطلافوا واحكم دمتم في عيات الله وحفظه السلام عليكم وحفظ الله وبركاته في اعمال اخرى باذن الله